في أول رد عسكري على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر شنت القوات الأمريكية والبريطانية هجوما على مواقع للجماعة في اليمن الهجوم الذي يعد الأول للولايات المتحدة ضد الحوثيين منذ عام 2016 تم خلاله قصف أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا للحوثيين حسب وزارة الدفاع الأمريكية أبرز هذه المواقع كانت في محافظات صنعاء الحديدة حجة صعدة وأيضا تعزب وسهدفت الضربات تحديدا البنية التحتية للمسيرات التي يستخدمها الحوثيون غالبا لتنفيذ هجماتهم على السفن كما تم توجهه ضربات لمخازن الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأجهزة الرادار الساحلي والمراقبة الجوية وبحسب ببيان للقوات الجوية الأمريكية فقد تم استخدام أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع من بينها صواريخ طومهوك وتسبب هذا الهجوم في مقتل خمسة من مقاتلي الحوثيين وذلك حسب تأكيدات المتحدث باسم الجماعة هذا فضلا عن إصابة ستة آخرين